مهند أبو طاه اللاعب المتواجد الآن في بلجكا اللاعب اللي تم اتفاق بين نادي جنت البلجيكي ونادي الوحدات لتكون هناك فترة ربما تجربة وربما هناك جزء تفاصيلنا تطلع عليها قلال الحلقة لمدة أربعة شهر ولكن كان هناك تأخر بتسجيل اللاعب ثائر وأنت يعني قريب من المشهد بصراحة كيف تقدر توصف الموقف اللي حدث بصورة عامة ورح أكون معنا أيضا مداخلات هاتفية من أصحاب الاختصاص يعني في البداية لابد من التأكيد على أن انتقال اللاعب مهند أبو طاه إلى النادي البلجيكي أعتقد مرة بكثير من المناطفات أولها كان الحديث عن فترة معايش وبعدها بأيام كان هناك خبر رسمي نشر على الصفحة الرسمية لنادي الوحدات على الفيسبوك أن الوحدات ونادي جنت البلجيكي اتفقا على إعارة اللاعب مهند أبو طاه إلى خمسة شهر وهنا يعني تأكد الخبر أن الأمر إعارة وليس فترة معايش وهذا أمر مهم للاعب أردني صاعد ولاعب أردني شاب وهو لاعب متميز وكان أعتقد علامة فارقة مع الوحدات ومنتخب الشباب وقدموا مستويات جيدة وإيجابية للغاية واستطاع أن ينقل منتخب الشباب مع زملائه للنهاية الأسوية ونتمنى لمنتخب الشباب التوفيق في النهاية الأسوية التي تقام خلال الشهر المقبل في أوزباكستان لكن أنا بعتقد من إنشاء نظري المتواضعة أنه ربما كان هناك استعجال من قبل اللاعب مهند أبو طاه بالتوجه نحو فترة الإعارة مع النادي البلجيكي وهو نادي عريق ونادي كبير وأي لاعب يتمنى الاحتراف في الدورية الأوروبية هذا قصدك من ناحية الإعارة بشكل عام؟ أكيد طب خليلي هذا المحور رح نيجع عليه بنهاية الموضوع رح نقيم هذه الفكرة من الأساس ولكن أنا مع شو اللي حدث مع مهند تحديدا تأخر الموضوع ما بدي أسميه فشل لأنه لسه فيه استئناف فالواحد بظل ولكن فيه تجارب سابقة ممكن كان فيها أمور مختلفة خلينا نستنى ولكن حتى الآن الأمور تسير بشكل غير جيد وهذا الشيء يعني بزعجني أنا كإعلامي أو كمشجع أو أهل اللاعب أو اللاعب نفسه بأنه تفشل الصفقة بهذه المصادر أنا عندي معلومات مؤكدة مؤكدة جدا أنه يعني النادي البلجيكي نادي الجنة البلجيكي بدأ بإنجاز إجراءات التعاقد مع اللاعب وتسجيله على نظام TMS وهو نظام الاتحاد الدولي لكرة القدم منذ الساعة الخامسة بتوقيت بلجيكي أي الساعة السابعة بتوقيت الأردن واستمر الحال حتى أنجز كل المتطلبات عند الساعة الحداش و54 دقيقة من يوم 31-1-2023 أي قبل 6 دقائق من إغلاق باب الانتقالات لللاعبين بما يخص الدوريات الأوروبية لكن أنا أعتقد أن الأمر الذي حدث هو أن يجب أن يكون هناك مصادق على المعلومات المقدمة من قبل اللاعب من قبل الاتحاد بالأردن لكرة القدم كون اللاعب مهند أبو طه يحترف للمرة الأولى 11-54 بتوقيت بلجيكي يعني نحن نحكي عن ساعتين فجرا بتوقيت الأردن من الصعوبة من مكان أن تجد أحد من الموظفي الاتحاد الأردن لكرة القدم موجود لسؤاله عن المعلومات المقدمة من قبل نادي الوحدات عن اللاعب مهند أبو طه هذا أعتقد الأمر الأساسي الذي أدى إلى أنا ما أبدأ أحكي فشل الصفقة هناك استثناء قدمة من النادي البلجيكي إلى الاتحاد البلجيكي لكرة القدم وبدوره قام الاتحاد البلجيكي بمخاطبة الاتحاد الدولي لكرة القدم لمنح استثناء وهذا الاستثناء حصل عليه عدد من اللاعبين كون إجراءات التعاقد أو إجراءات التسجيل تمت بشكلها الصحيح على نظام TMS هذا الأمر الأول الأمر الآخر أن هناك اتفاق مبدئ ونهائي بين النادي البلجيكي ونادي الوحدات وهذا أمر مهم ومهم جدا ويبقى أن يحصل اللاعب والنادي البلجيكي على استثناء يمنح اللاعب أو يؤكد تسجيل اللاعب بشكل رسمي ومشاركته مع الفريق جينة البلجيكي في دورة الدرجة الثالثة ومع فريق الشباب أو الفريق الرديف طيب ثائر يعني كلام كثير يعني وأنا بطلع على أهداف مهند حديث أنه يعني ليش التأخر هذا بالإجراءات للساعة 11.54 11.55 وين كان النادي البلجيكي وين كان النادي الوحدات قبل ذلك يعني بجوز في حالات مشابهة بالعالم صفقة ديخية تمت 12.05 وتم رفضها في لاعب قبل فترة لاعب مكسيكي كان بدي ينتقل لبرسلون أو من نادي مكسيكي لبرسلون أرقو بعد 16 ثانية من إغلاق التسجيل تم رفض الصفقة ولكن بجوز هذه الحالات بتحكي أنت عن أوراق أنت الآن اليوم الحالة مختلفة وبعض الشيء أنه كان هو سؤال عن المعلومات المقدمة لللاعب بده يتأكد من الاتحاد الدولي من الاتحاد الأوردن من الكرة الخدم نعم طيب الاتحاد الأوردن أردن بقول أنه نحن قدمنا المعلومات ليش هذا التأخذ لآخر يوم هذا قصدي أنه يعني وين كان الوضع قبل فترة اللاعب بدأت وجوز الفاوضات قبل أكثر من أسبوعين يعني إحنا بدناش نحمل أي طرف المسؤولية هي في حال لا ثقر أنا ما بدي أحمل أنا بدي أعرف الخلل وين الخللك إعلامي أنا وإنت بدنا نعرف عشان ما يتكرر أنا مش هدفي أدين فلان ولا هي مش إدانة الخطأ الخطأ وارد ويمكن يعني تفادي في المرات المقبل إحنا نتمنى التوفيق لللاعب نتمنى أن يحصل على الاستثناء ويشارك مع فرق جينة البلجيكة ويكون المحترف الثاني في بلجيكة بعد كابتن موسى التعمري هذا أمر يعني أعتقد أنه مشرف لكرة الخدم الأوردنية ويفتح الباب أمام عديد اللاعبين المهوبين لخوض تجارب في دول أوروبية لكن أنا يعني أعتقد أنه ربما تأخر النادي البلجيكي في يعني الحصول على رأي المدير الفني بما يخص الموافق على التعاقد مع اللاعب بشكل رسمي هاي أمور يعني لا تتم بين ليلة وضحاها أعتقد هناك كثير من الأمور المعقدة في مسألة انتقال مهند أبو طها وتحدثت في البداية أن الأخبار التي خرجت أنها كانت فترة معايش وبعدها تم الحديث عن إعارة اللاعب وهناك بما أن هناك إعارة أي أن هناك اقتناع من قبل الجهاز الفني للفريق البلجيكي بمهند أبو طها هذا الأمر اقتناع الجهاز الفني متى حصل؟ هل حصل بعد وصول اللاعب بيوم بيومين بثلاثة أيام بأربع أيام؟ هذا الأمر لا أحد يعرفه أنا بعتقد أنه هذه يعني ربما يكون ما حدث مع مهند أبو طها هو درس لكن نتمنى أن يحصل اللاعب على استثناء ويشارك مع الفريق البلجيكي